اشتركوا في القناة لأعظم عبادة موجودة عندنا وهي الصلاة وبالتالي لازم الوضوء يتعمل على أحسن وأتم وأكمل صورة أول حاجة بنادرسها عندنا في علم الفقه حاجة كده اسمها كتاب الطهارة اللي هي مقدمة للصلاة وكلمة الطهارة تشمل طهارة الوضوء طهارة الغسل طهارة التيمن لأننا ما ينفعش أدخل الصلاة وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا لما يكون طاهر فهنا الوضوء طهارة الغسل طهارة التيمم طهارة وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فدائما يعني يفضل أن يكون الإنسان دائما متطهرا أو دائما محافظا على الوضوء الطهارة عندنا نعين طهارة حقيقية وطهارة حكمية الطهارة الحقيقية يعني الطهارة من الخبث والنجس يعني لو في حاجة نجسة على هدومي بطهرها على جسمي بطهرها على المكان اللي أنا بصلي فيه بطهرها فهنا الصلاة بتتعلق بثلاث حاجات بطهارة الثو طهارة البدن طهارة المكان لازم يكون الهدوم اللي أنا بصلي فيها طهرة ما فيهاش نجاسة لازم يكون المكان اللي أنا بصلي عليه يكون طاهر لازم جسمي يكون طاهر ما يكونش عليه نجاسة وهنا لما بنتكلم في الطهارة يا جماعة بنتكلم عن الطهارة الشرعية مش الطهارة العرفية بتاعتنا الطهارة العرفية بتاعتنا اللي هي النظافة العرفية دي ما لناش علاقة بي احنا بنتكلم عن الطهارة الشرعية الطهارة العرفية يعني ايه يعني مثلا انا دخلت الحمام عندي استحميت كويس وخدت دشه كويس ولبست هدوم كويسة جديدة ما فيهاش اي مشكلة لكن وانا خارج في نقطة نجاسة كده جات علي نقطة بول مثلا ولا نقطة دم كده كبيرة شوية حتى هي مش باينة كمان في الهدوم الهدوم نضيفها وريحتها كويسة لكن فيها نقطة بول كده نشفت على الهدوم ينفع ادخل اصلي بالهدوم دي لا ما ينفعش لان كده صر تحامل للنجاسة طيب واحد مثلا هدومه مبقعة يعني مثلا شغال في العربيات ولا في اي صنعة معينة فهدومه يعني متوسخة زيت وشحم ومليانة بقعة ينفع يدخل يصلي بالهدوم دي اه ينفع لان الهدوم دي مش نجسة الحاجات البقعة دي مش نجسة دي حاجات طهرة فهنا لما بنتكلم عن الطهارة بنتكلم عن الطهارة الشرعية اللي هي الخاصة بالنجاسة والحدث اللي يعني يحدث للانسان فهنا عندنا الطهارة على قسمين طهارة حقيقية متعلقة بالثوب والبدن والمكان اللي هصلي عليه وطهارة حكمية وهي تلت حاجات الوضوء والغسل والتيامم فكده نفهم بالراحة مع بعض اهو ان الطهارة على نوعين طهارة حقيقية وطهارة حكمية الطهارة الحقيقية متعلقة بالطهارة من الخبث والنجس الخاص بالجسم او بالبدن او بالثوب بتاعي او بالمكان اللي هصلي عليه طهارة حكمية ودية هي الوضوء والغسل والتيامم طيب هنبدأ اول حاجة ان شاء الله في الوضوء الوضوء عبادة عظيمة جدا ومقدمة لعبادة اعظم وهي الصلاة والوضوء عندي جاي من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة ده في اللغة وفي الشرع معناه الغسل والمسح في اعضاء مخصوصة طيب الوضوء ليه احكام متنوعة ومختلفة فعندي فيه حاجة اسمها اركان الوضوء وعندي حاجة اسمها سنن الوضوء ومستحبات الوضوء وعندي حاجات كمان اسمها مكروهات ومبطلات الوضوء احنا دلوقتي عايزين نتوضى وضوء صحيح وناخد عليه ثواب كبير يبقى لازم نعرف الاحكام المتعلقة بهذا الامر وبهذه العبادة سيدنا النبي في الحديث الشريف او في اكتر من حديث شريف بيوضح لنا فضل الوضوء الكبير اوي عند ربنا والثواب الكبير للي يحافظ على الوضوء بتاعه بس يكون وضوء صحيح ومنضبط فعندنا مثلا سيدنا النبي في حديث يقول من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره من توضأ فاحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره يعني الانسان لو توضى كويس واحسن الوضوء كويس وادري توضع على الوجه المشروع كويس الخطايا والذنوب بتخرج من جسمه حد ما تخرج من تحت أظفاره وفي رواية تانية إذا غسل الإنسان وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من عينيه ومسح رأسه خرجت الخطايا من شعريه وغسل يديه خرجت الخطايا من يديه ومن رجله كذلك حديث كتير جدا جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لنا على عظم وفضل وثواب الوضوء للشخص الذي يحسن الوضوء بس نحسن الوضوء ونتوضى كويس بالطريقة إن شاء الله اللي احنا هنشرع فيها بإذن الله فأول حاجة الوضوء له ثواب كبير بس متوقف على إتمامه وإحسانه احنا عندنا الإمام الشفعي رضي الله تعالى عنه لما مات وسمعت السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بأن الإمام الشافعي قد مات قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء يعني تخيل ستنا نفيسة رضي الله تعالى عنها لما تيجي تمدح الإمام الشفعي هذا الإمام العظيم صاحب الفضل الكبير جدا جدا ومع ذلك مدحته بحاجة هي من وجهة نظرنا بسيطة اللي هي الوضوء قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء لقالت كده لنصت على الوضوء بالذات لأن الوضوء هو البداية وإذا صحت البداية صحت النهاية ولا تصح النهايات إلا بتصحيح البدايات فالوضوء هنا مقدمة لأعظم عبادة وللدخول في حضرة الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة فكلما أحسن الإنسان الوضوء وكلما أتم الإنسان الوضوء كلما دخل في حضرة الله سبحانه وتعالى بالطريقة المطلوبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى فإحنا عندنا الوضوء فيه حاجة فيه كده حاجة اسمها أركان أو أصول أركان الوضوء بمعنى بمعنى الحاجات الأساسية اللي لازم تتعمل في الوضوء واللي لو فيه وحدة فيهم ما تعملتش أو ما تعملتش كويس الوضوء باطل أركان الوضوء بالضبط حضرتك زي إيه زي أركان البيت وأساس البيت اللي أنت قاعد فيه كل بيت فيه أساس من تحت قايم على العمدان من تحت لو إحنا جينا في أي عمود من العمدان دي وأطعنا العمود ده بيحصل إيه في العمارة أو في البيت البيت بيقع لأن كده ما فيش أساس وقف عليه كذلك أركان الوضوء بالضبط هناك أركان أسس أصول الوضوء بيرتكز عليها لازم الأصول دي تكون موجودة لو مش موجودة أو فيه وحدة فيها خلل يبقى الوضوء بتاعنا غير صحيح وبالتالي لازم نعيد الوضوء من جديد فعندنا حصل خلاف بين الفقهاء في أركان الوضوء إحنا عندنا الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم حصل خلاف بينهم كده في أركان الوضوء هنتكلم الأول عن الأركان المتفق عليها اللي الكل اتفق عليها ودول أربع أركان اللي وردوا عندنا في سورة المائدة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أربع أركان هم الأساس في الوضوء اللي لازم يتعملوا وده الحد الأدنى لتصحيح عبادة الوضوء إننا نغسل وشي وإننا نغسل إيدية وإننا نمسح راسي وإننا نغسل رجلية دول الأربع فروض أو الأربع فرائض أو الأربع أركان أو الأربع أسس اللي لازم يتعملوا طيب هنبدأ نتكلم عن ركن ركن بالتفصيل عشان نعرف نعمله إزاي في الوضوء وبالتالي نكون من المحسنين للوضوء ربنا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة يعني عايزين تصلوا فلازم تتوضوا تمام في الحديث مفتاح الصلاة الطهور عايزين تصلوا يبقى لازم تتوضوا وتتوضوا هتغسلوا أو هتغسلوا ثلاث أضاء وتمسحوا عضو واحد أربع أركان في الوضوء لازم يتعملوا أول حاجة الوجه قال اغسلوا وجوهكم الوجه ده بقى يعني قالوا الوجه ما يواجه به الإنسان أو ما يواجه به الإنسان يعني حضرتك أنا لما بصلك أنت شايف وجهي شايف وشي طب حدود الوجه بقى اللي أنت شايفها واللي لازم تتغسل في الوضوء قال من سطح الجبهة دي الجبهة عندي يبقى من بداية سطح الجبهة اللي هي من أول منابت الشعر طب اللي ما عنده الشعر أصلح يبقى يبدأ من سطح الجبهة كده ده حد الوجه من حيث الطول يه كده الوجه ينزل معنا لحد أسفل الزقن لحد أسفل الدأنك تحت الدأن ده حدود الوجه من حيث الطول طب من حيث العرض ما بين شحمتي الأذنين الشحمة يا جماعة هي الحتة الطرية اللي في الودن اللي الستة أو البنت بتحط فيها الحلق تعزين فده كده حدود الوجه من أول سطح الجبهة لحد أسفل الدأن وما بين شحمتي الأذنين يبقى معنا كده الوجه بيتغسل إزاي يبقى الوجه لازم يتغسل كل ده كل ده لازم يتغسل كويس كل ده لازم يتغسل وما فيش مشكلة لنا نتزود شوية لتحت أو أزود شوية لفوق يبقى من أول الودن من أول الشحمة كده اللي الحتة الطرية دي لحد الحتة الطرية كل ده لازم يتغسل كويس ومن فوق ومن تحت يتغسل كويس بين العينين كده يتغسل الرموش تتغسل لو عندي لحية خفيفة زي دي لازم تتغسل كويس ودخل المياه تحتها لكن لو عندي لحية كثة يعني لحية كبيرة يبقى أغسل ظهر اللحية بس طيب لازم كل جزء من أجزاء الوجه ده المياه توصله فلو أنا عملت كده مثلا والمياه ما جاتش هنا في الحتة البيضة دي يبقى الوضوء بتاعي غير صحي لسه الوضوء ما اكتملش في حتة هنا المياه ما جاتش ليها الوضوء لسه ما اكتملش أخد بالك لو أنا دخلت الصلاة بالحالة دي الصلاة غير صحيحة لأن كده لسه الوش ما تغسلش كويس طيب الست المحجبة واللي محتاجة أن هي تتوضى في الشغل مثلا أو في الشارع أو برا وعايز تتوضى لو غسلت كده الحجاب مثلا بيبقى مغطي الحتة البيضة دي فبالتالي دي ما تغسلتش آه لازم تتغسل فهتاخد شوية مياه كده ومن تحت الحجاب وتبدأ تغسل الحتة دي العبرة أن المياه توصل لكل جزء من أجزاء الوجه من فوق لتحت ومن الجنب اليمين لجنب الشمال كل ده لازم تغسل كويس لو نقدر تغسل الوجه بالكيفية دي مرة واحدة خلاص يكفي أما أننا نغسله ثلاث مرات فالثلاث مرات دي سنة إحنا هنا بنتكلم نقول في الفرائد هفترض مثلا أن المياه عندي قليلة فنغسل وشي مرة واحدة بس كويس أوي يبقى خلاص كده تم الفرد يبقى ده أول حاجة يا جماعة في فرائد الوضوء أو أركان الوضوء غسل الوجه بالطريقة اللي احنا قلناها ما نسبش سنطي أو زر في الوجه لم يصل الماء طيب بعد كده الركن الثاني غسل اليدين نغسل اليدين كلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين ده اسم المرفق مش اسم الكوع إحنا هنا في عندنا كمصريين بقولون أن ده الكوع لا ده غلط ده اسم المرفق لنربينا لغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإحنا بنغسل هنا لحد هنا يبقى المرافق دخل معنا طيب أما للكوع فين الكوع هو العظمة اللي تحت صباع الإبهام ده اسمه صباع صغير ده الكبير ده اسمه صباع الإبهام العظمة اللي تحته ده العظمة اللي تحته ده هنا ده اسمها الكوع يا جماعة ده اسمها الكوع والعظمة اللي قصدها في ناحية الصباع الصغير ده اسمها الكرسوع يعني ما علينا خلينا هنا ان العظمة دي اسمها الكوع لكن دي العظمة دي اسمها المرفق فانا لما اجسل ايديا لازم اغسل ايديا كويس اوي من اصطراف الاصابع لحد الكوع اللي احنا بنقول عنه الكوع لبس سواء الاسمه المرفق لحد المرفق وكل جزء من اجزاء الايد لازم المية توصل لها لو في جزء برضو سنتي ما وصلش ليه المية يبقى الوضوء غير صحيح ولازم اغسله طيب وقاله كمان يستحب ان اخلي البين صوابعي يعني اعمل كده ادخل صوابع ببعض عشان اتأكد ان المية نزلت بين الصوابع لان لو حتى بين الصوابع المية ما وصلتش لبين الصوابع يبقى الوضوء غير صحيح طيب لو انا لابس خاتم بحرك الخاتم او الدبلة بحركها عشان المية توصل تحتها الا لو كان الخاتم زانق اوي على ايدي وديق اوي على ايدي وانا مش عارف احركه ومش عارف اشيله يبقى في الحالة دي يسقط طيب الستات اللي بيحطوا منوكير على ضوافرهم المونوكير ده في الغالب بيمنع وصول المية للضفر يبقى ما ينفعش يعني كل جزء من اجزاء الايد لازم المية توصله لو في جزء عندي المية ما وصلتش ليه يبقى كده العضو ده ما تغسلش كويس يبقى الوضوء غير صحيح فالست اللي حطها منوكير ده المونوكير ده مادة عزلة لو انا حطيت المية على المونوكير المية ما بتوصلش للضفر من تحت المونوكير يبقى كده ما ينفعش طيب لو انا حاطت مادة بتتشرب المية والمية بتوصل للجلد من تحتها ما فيش مشكلة زي الحنة الحنة دي عبارة عن لون لو انا راسم بالحنة على ادية او كاتب مشخبط بالقلم على ادية باغسل ايدي هل الشخبطة دي او هل الحنة دي بتمنع ان المية توصل للجلد لأ ما بتمنعش يبقى كده نتعلم ان اي حاجة محطوطة على الجسم دون عذر بتمنع ان المية توصل للجسم يبقى الوضوء مش هيكون صحيح الا بقى لو انسان مثلا عنده صباع مكسور فمركب صباع او عامل جبيرة ده امر تاني للضرورة ما فيش مشكلة يبقى ده تاني ركن يا جماعة تالت ركن مسح الراس وامسحه برؤوسكم اننا امسح راسي امسح راسي قد ايه هنا بقى الخلاف بين الفقهاء فالامام مالك قال لازم نمسح الراس كلها الامام ابو حنيف قال يكفي مسح ربع الراس الامام الشفعي رضي الله تعالى عنه قال يكفي مسح بعض الراس ولو شعره واحدة وهنا بقى برضو بنقول برضو للستات او البنات اللي بيتوضوا بره البيت ولابسين الحجاب وصعب انه هم يشيلوا الحجاب وعايزين يمسحوا راسهم مش هيفكوا الحجاب ويتوضوا لو الامر صعب عليهم يبقى ممكن الستة تبلق ايديها وتدخل ايديها من تحت الطرحة وتمسح اي جزء من اجزاء الشعر وما فيش مشكلة بعد كده تكمل على الطرحة ما فيش مشكلة لكن ما تمسحش على الطرحة بس لا لازم تمسح جزء من الشعر من تحت ولو شعره واحدة كده من تحت الطرحة وبعد كده ينفع لو عايزة تكمل فوق الطرحة تكمل طيب بعد كده الفرد الرابع او الركر الرابع وارجلكم غسر الرجلين الرجلين برضو بتتغسل من اطراف الاصابع الى الكعبين الكعبين دهما العظمتين البارزتين على جانبي القدم كل رجل واحد فينا من الجنب كده فيه عظمتين قصاد بعض تمام العظمتين دول هما الكعبين يبقى لازم الرجل تتغسل من الصوابع لحد الكعبين دول وما فيش مشكلة او ما فيش مانع نزود شوية الفوق لقول النبي التبعث امتي غرى المحجلين من اثار الوضوء وخلل برضو بين صوابع رجلية عشان تأكد ان المياه وصلت لبين الصوابع يبقى كده اربع اعضاء غسل وجه غسل يدين غسل الرجلين مسح الراس وقلنا في الرجل والايد والوجه لازم يتغسل الغسل معناه يا جماعة والغسل معناه الغسل معناه الاسالة ان حضرتك المياه بتسيل بتكسب المياه كده على اديك وبتحطها كده فالمياه بتسيل ده اسمه الغسل المسح بمعنى الاصابة انك انت بتصيب بالمياه او بالبلة اللي على اديك راسك فبالتالي انت مش محتاج تغسل راسك او بس مجرد مسح اصابة فقط بس الرجل الايد الوجه لازم كل جزء من هذه الاجزاء المياه توصله لو في جزء واحد او سانتي او ميلي او كذا المياه ما وصلتش ليه يبقى الوضوء كده لسه ما اكتملش اما الراس يكتفى فيها بالمسح ولو بعض الشعر على مذهب الامام الشفعي رضي الله تعالى عنه يبقى دي كده يا جماعة باختصار اركان الوضوء الاربعة المتفق عليها اللي لازم تتعمل وده اللي بنقول عليه ده الحد الادنى لتصحيح الوضوء يعني انا دلوقتي مثلا انا عندي مثلا اتنين طلبة او تلاتة طلبة في كلهم نجحوا وانتقلوا للصف التاني بس فيه واحد جاب 50% واحد جاب 70 واحد جاب 90 واحد جاب مقبول واحد جاب جيد واحد جاب جيد جدا امتياز الى اخره كلهم نكحين بس بنسب متفوتة فانا هنا لو انا عملت الاربع اعضاء دول بس يعني انا غسلت في الوضوء الاربع اعضاء دول بس التلاتة ومسحت الراس يبقى انا كده عملت الحد الادنى للوضوء يبقى انا كده جبت الحمد لله 50% ينفعت خلاصة لي الحاجات التانية بقى اللي حصل فيها خلاف دي بقى لزيادة الثواب عند بعض الفقهاء والبعض اعتبرها طبعا فرائد لازم يتم بها الإنسان الوضوء لكن خلينا نقول ان دي الأربع أعضاء المتفق عليها عند كل الفقهاء بعد كده بقى فيه أركان مختلف فيها الأركان المختلف فيها يعني أول حاجة يقلك النية احنا هنا لما تكلمنا عن أركان الوضوء الأربع ما جيبناش سرط النية النية بعض الفقهاء اعتبرها فرد أو ركن من أركان الوضوء زي السادة الشفعية وبعض الفقهاء اعتبرها سنة زي السادة الحنفية النية معناها معناها اننا اقصد بقلبي اننا بتطهر وبتوضى انوى في قلبي كده الوضوء للطهارة او الوضوء لرفع الحدث او الوضوء لاستباحة الصلاة وما فيش مانع ان انا اقول بالثاني نويته التوضى للطهارة نويت الوضوء لرفع الحدث ما فيش مشكلة فالتلفظ بالنية جائز خاصة للناس اللي عندهم وساوس وجائز لتأكيد ما في القلب فالإمام الشفعي بيقول لازم ننوي طيب لو أنا توضيت من غير نية هيبقى وضوء فاسد على المذهب الشفعي لازم يعيد الوضوء الإمام أبو حنيفة قال لا النية سنة مش فرض في الوضوء وبالتالي على قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لو أنا توضيت وما افتكرتش النية ووضوء صحيح وكذلك النية برضو في الوضوء الغسل عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لو أنا دخلت الحمام خدت شاور كويس ومش في دماغي خالص الوضوء بس المية نزلت على كل جسمي كويس على وشي وإيدي وراسي ورجلي نزلت على كل جسمي وبعد ما خركت والبست هدومي لقيت الظهر بيأزن أنا جوه ما كانش في دماغي خالص الصلاة لقيت الظهر بيأزن في الحالة دي ينفع أصلي آه عن مذهب الحنفي ينفع طيب ده أنا ما نويتش الوضوء وأنا جوه في الحمام قال لا مش لازم الوضوء عندنا سنة أنت كده وضوءك صحيح طيب سنة يعني إيه يا أبو حنيفة سنة يعني لو عملت النية في الوضوء تثاب على الوضوء لأن الحنفية عندهم قاعدة بتقول لا ثواب إلا بالنية لو أنت بتتوضى نويت الوضوء تاخد ثواب الوضوء عند الإمام أبي حنيفة طيب ما نويتش وضوءك صحيح يعني ينفع تدخل تصلي بس ما خدتش الثواب عشان كده إحنا لما بنجي نتوضى بنحاول بقدر الإمكان نحافظ على كل الأركان وكل السنن وكل المستحبات وكل شيء عشان ناخد الثواب الكامل للوضوء إنسان مثلا في مصيف نزل البحر بعد ما خرج من البحر لقى الظهر بيأزن مش في دماغه صلاة ولا وضوء ما افتكرش فينفع يدخل يصلي باعتبار أنه المية جت على كل جسمه أعلى مذهب الحنفي ينفع ليه لأن الإمام أبي حنيفة أو الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه بيقول الماء في أصل خلقته طاهر مطاهر ربنا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورة وقال ليطهركم به فوظيفة المية ربنا خلقها أن هي مطهرة مش محتاجة حاجة تاني معاها يعني دلوقتي مثلا الطرابيزة دي لو عليها تراب أو غبر وجينا يعني صبينا عليها المية التراب هينضف ولا لا هينضف هل التراب هنا محتاج لنية مني عشان يمشي من على الترابيزة ولا بمجرد أن المية جت عليه فالتراب يمشي ألف كذلك الإنسان الإنسان لو بيتوضى طبعا فيه حدث معنوي لازم يتوضى عشان يزيل الحدث ده لو المية جت على الجسم أزالت هذا الحدث المعنوي خلاص ما فيش حدث وبالتالي أنت طاهر ينفع تدخل تصلي على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فأول حاجة إنية مختلف فيها بعض الفقهاء زي الشفعية قالوا أن هي فرض لازم تتعمل والحنفية قالوا دي سنة الركن الثاني المختلف فيه الموالاة الموالاة يعني إيه يعني أن أنا أغسل إيديا وبعد ما أغسل إيديا أغسل وشي وبعد ما أغسل الوشي أغسل أقم سحراسي وأغسل إليا يعني أن أنا أعمل عملية الوضوء عملية غسل الأعضاء وراء بعض فالمولاة هنا البعض اعتبرها برضو فرد والبعض اعتبرها فرد زي السادة المالكية والبعض اعتبرها ان هي برضو سنة زي السادة الحنفية وغيرهم يعني مثلا انا غسلت ايدي او غسلت وشي وبعد ما غسلت وشي مثلا جالي تليفون كده نص ديافة رضيت على التليفون معلش فلان انا بس عندي حاكده شوي وهكلمك وجيت حط التليفون تمام على المذهب المالكي كده ما ينفعش لازم يعيد الوضوء من جديد لان انا كده فصلت بين اعمال الوضوء لازم اعمال الوضوء تتعمل وراء بعض ابو حنيفة بيقول ان اعمال الوضوء تتعمل وراء بعض ده سنة فلو انا غسلت وشي وانتظرت شوية وبعد كده رحت غسلت ايدي وانتظرت شوية كده مساحت راسي وانتظرت شوية على المذهب الحنفي جائز ليه لان ابو حنيفة قال الموالاة سنة طب معنى سنة يعني لو أنا عملت كده يبقى أنا حرمت نفسي من ثواب الموالاة في الوضوء طب أنا عايز أخد ثواب كبير زي ما قلنا في الوضوء عايز أوصل الامتياز لمية في المية يبقى أعمل الفراد والسنن بس هنا بس بنميز أو بنفرق بين الأحكام عشان مثلا الإنسان لو نسي مثلا وفصل بين عضو وعضو وبعد كده صلى وبعد ما صلى سأل يا جماعة ده أنا فصلت عدت دقيقة بين العضو ده والعضو ده وبعد كده دخلت صليت يبقى نقوله هنا صلاتك صحيحة على المذهب الحنفي يبقى الموالاة سنة عند البعض ركن عند البعض بعد كده الدلك دلك الأعضاء برضو ركن من أركان الوضوء عند السادة المالكية لكن عند غيرهم قالوا سنة دلك فرض يعني وانت بتغسل إيدك لازم تدلك إيديك تمسح تغسل وشك وتدلكه تدلك رجليك الامام مالك قال كده غيره قال لا الدلك ده مش فرض ده سنة لو ما تعملش مش مشكلة يعني أنا دلوقتي بعض الناس مثلا وهي بتتوضى ما بتقدرش ترفع رجليها على الحوت وتدلك رجليها عندها مشكلة في رجليها مثلا في ركبتها فبيحط مثلا رجليه تحت الحنفية وينخل المياه كلها تمشي على رجليه كده ما فيش مشكلة العبرة أن المياه توصل لكل جزء من أجزاء الرجل الإمام مالك قال لك لازم تدلك لا مش لازم تدلك على قول غير الإمام مالك فلو حطيت دراعك تحت المية والمية جات عليك كلها أو رجليك تحت المية والمية جات عليك كلها يبقى كده وضوءك صحيح يبقى كده عندنا النية والدلك والموالاة مختلف فيهم البعض قال إن هي أركان والبعض قال إن هي سنن كذلك من الحاجات المختلف فيها الترتيب ترتيب أعمال الوضوء زي احنا بنعمل بنغسل إيدينا بنغسل وشنا ونغسل إيدينا تاني كلها ونمسح رأسنا ونغسل رجلينا ده الترتيب اللي كلنا بنعمله بعض الأئمة زي الإمام الشافعي قال إن الترتيب ده ركن فرضي لازم يتعمل لو ما تعملش بالوضوء باطل الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال لا الترتيب ده برضو سنة وده برضو من التخفيف عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه سنة يعني إيه عن أنا لو غسلت رجليا الأول وبعد كده غسلت وشي وبعد كده غسلت إيديا وضوء باطل على المذهب الحنف الشافعي بس صحيح على المذهب الحنف ودي أحيانا بعض الناس بتنسى ويتتوضى ممكن تغسل عضو قبل عضو أو عضو بعد عضو ففي الحالة دي الوضوء الصحيح المذهب الحنفي بس بنقوله أنت حرمت نفسك من ثواب الترتيب لما بنقول كلمة سنة يا جماعة يعني العبادة الصحيحة بس ثوابها ناقص فأنا عايز أعمل الوضوء على أكمل وجه وأتم وجه زي ما النبي قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يبقى لازم أعمل الأركان والسنن وكل شيء بس هنا بنعرف الأحكام دي ليه عشان لو حد مثلا نسي غسل أيديه بعد رجليه أو غسل وشه بعد رجليه يبقى في الحالة دي يعرف أن عبادته صحيحة على مذهب من المذاهب وما يشككش نفسه وعبادته إن شاء الله كويسة وصحيحة يبقى كده عندنا أربع أركان متفقة عليها غسل الوجه غسل اليدين غسل الرجلين مسح الرأس دي لازم تتعامل في الوضوء بعد كده في أركان تانية مختلف فيها الدلك الموالاة الترتيب النية طيب وأنا بتوضع أن نعمل كل ده ونعمل كمان المستحبات وكل حاجات اللي سنتكلم فيها عشان ناخد ثواب الوضوء كامل إن شاء الله بعد كده سنن الوضوء إحنا كده خلصنا الأركان ندخل بقى على السنن السنن حكم السنة إيه من فعل السنة فإنه يثاب على فعلها ومن تركها فإنه يلام يعني الإنسان اللي بيتعمد يترك السنن ده يلام من سدن النبي صلى الله عليه وسلم والمفروض يا جماعة أن نحن نعمل السنن محبة وإجلالا وتوقيرا وتعظيما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم لازم نلاحظ كده إحنا بنعمل السنة دي عشان سدن النبي عشان سدن النبي هو اللي ألن عليها لكن الأسف كتير مننا بيأثر دلوقتي في موضوع السنن باعتبار أن هي سنة يا عم طالما مش فرد خلاص المهم أن نعمل الفرائط لا إحنا بنعمل السنن من باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إحنا هنا قلنا الأركان يعني لازم تتعمل السنن لو ما تعملتش العبادة الصحيحة لكن بتحرم نفسك من الثواب الكبير أول سنة عندنا يا جماعة من سنن الوضوء تسمية الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الوضوء إنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو تقول الحمد لله أو تقول أي ذكر وعندنا حديث جميل جدا جدا ورد عن سيدنا النبي بيقول فيه لسيدنا أبي هريرة يا أبا هريرة وناخد بالنا من الحديث ده ونركز فيه ويريت نحفظه ونبدأ نطبقه من النهاردة إن فيه سواب كبير جدا سيدنا النبي بيقول لسيدنا أبي هريرة يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفاظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء ثاني يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفاظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء يعني نشوف حضرتك الثواب الكبير جدا اللي احنا بنضيعه على نفسنا انك انت لما تيجي تتوضى تذكر ربنا عن الوضوء وتقول الجملة دي بسم الله والحمد لله ثوابها ايه الحفظة بتعوتك اللي بيكتبوا عليك كل الأشياء بتاعتك وبيكتبوا عليك الحاجات بتاعتك بيفضلوا يكتبوا لك الحسنات لحد ما تحدث من هذا الوضوء فانت دلوقتي توضيت لصلاة الظهر وقلت الدعاء ده قبل الوضوء بسم الله والحمد لله الحفظة اللي عندك هيبضلوا يكتبوا لك حسنات لحد ما تحدث من هذا الوضوء لحد ما وضوءك ده ينتقد فانت فضلت محافظة على الوضوء ده لحد ما صالت العصر والمغرب والعشة الحسنات بتاعتك شغالة او العدات بتاعتك شغال لا يتوقف فدي اول سنة لازم نحافظ عليها نقول بسم الله والحمد لله او الانسان ما افتكرش الجملة دي يذكر ربنا باي ذكر تاني سنة من سنن الوضوء السواك لو لا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء والسواك سنة في الوضوء عند السادة الحنفية وسنة في الصلاة عند السادة الشفعية بس السادة الحنفية قالوا لا هو سنة في الوضوء ليه لان السواك للتنظيف والتطهير والتنظيف والتطهير مكانه فيه مكانه في الوضوء مش مكانه في الصلاة طيب هل السواك نفسه هو اللي سنة لا السنة هي العملية نفسها هي الاستياك لو لأن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يعني بالاستياك أنهم يطهروا بقوهم وأسنانهم قبل الوضوء وبالتالي لو أنا ما عنديش العود بتاع السواك ينفع أن أنا أتسوك بصباعي أن أنا أدخل صباعي في بققي وحرك ويمين وشمال عشان أخذ سواب السواك في الوضوء أو لو أنا ما عنديش مثلا ما عنديش العود ده بتاع الأراك بتاع السواك فينفع استخدم فرشة الأسنان قبل الوضوء بنية السواك أخذ سواب السواك إن شاء الله سيدنا نبي في الحديث السواك ومطهرة للفم مرضات للرب يبقى كده تسمية الله سبحانه وتعالى بعد كده السواك من سنن الوضوء بعد كده من سنن الوضوء أن أنا أغسل الأعضاء ثلاث مرات وأمسح الرأس مرة واحدة لما أجي أغسل إيدي أغسلها ثلاث مرات أغسل وشي ثلاث مرات أغسل رجلية ثلاث مرات أمسح رأسي مرة واحدة طب لو غسلت وشي مرة واحدة ما فيش مشكلة يبقى كده عملت الركن بس بس بشرط إن يكون كل جزء من أجزاء الوجه دي غسل كويس والمية وصلت له من سنن الوضوء أيضا غسل إيد ثلاث مرات قبل ما مبدأ الوضوء بنغسل الكفين ثلاث مرات زي ما بنعمل من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق إن أنا أتمضمض ثلاث مرات إما إن أنا أخذ المية في كفي وأبدأ أتمضمض مرة اثنين ثلاثة أو أخذ لكل مرة مية جديدة أدي مرة وأجيب مية تانية اثنين ثلاثة وحرك المية في بوق كويس وبعد كده خرجها مبلعهاش وأستنشق أخذ المية أسحبها بنفسي في منخيري وأطلعها بإيدي الشمال اسمها الاستنثار ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم المبالغة يعني حرك المية ببوق كويس وأنا بتوضى وفي منخيري أسحبها شوية الورى وأنا بتوضى أو اللي فوق شوية إلا لو أنا صايم ما أعملش العملية دي لو أنا صايم وتمضمضت بصورة مبالغ فيها ممكن المية غصب عني تنزل في بطني فبالتالي كده الوضوء بتاعي فسد لا في الوضوء ونصايم باخد بس مية بسيطة كده على طرف لساني كده وبطلعها بسرعة يعني ما دخلهاش في بوق قوي وما أعملش عمالي تحريك جوه الفم بالطريقة المعهودة المبالغ فيها حتى لا يفسد الصوم بعد كده من سنن الوضوء تخليل اللحية لو أنا عندي لحية كثة كبيرة بعد ما غسلت وشي باخد شوية مية وبدأ أدخلهم في الشعر بتاع اللحية وبدأ أخلل اللحية يمين وشمال من سنن الوضوء أيضا مسح الأذنين بماء الرأس أنا مسحت رأسي بنفس المية باجي مسح ودني جوه وبره أو لو بعد ما مسحت رأسي إيديا نشفت أو صابعي نشفت بجيب مية جديدة من سنن الوضوء أيضا التيامن التيامن يعني أننا نبدأ باليمين بغسل إيديا أغسل إيديا اليمين الأول بعد كده إيديا الشمال رجليا اليمين رجليا الشمال تب لو عكست غسلت إيديا الشمال قبل إيديا اليمين الوضوء بتاعي صحيح إلا أنه ناقص الثواب في حاجات عندنا أخيرا النهاردة ونختم بيها حاجات اسمها مستحبات الوضوء مستحبات الوضوء قيل يعني يستحب استقبال القبلة أثناء الوضوء لو نقدر وإحنا بنتوضى نكون مستقبلا قبلة يكون كويس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المجالس ما استقبل به القبلة فده أمر مستحب للي يقدر عليه للي مقدرش ما فيش أي مشكلة خالص يستحب أن المضمرة زي ما قلنا تكون بالإيد اليمين طيب لو اتمنمت بيدي الشمال ما فيش مشكلة يستحب تجديد الوضوء أن احنا نجدد الوضوء بتاعنا كل موضوعنا ينتقد نجدد الوضوء يعني موش لازم نجدد الوضوء للصلاة لو أنا متوضي مثلا من الظهر وعادت ساعة ساعتين وبعد كده الوضوء انتقد يستحب أن أنا أم أجدد وضوئي تمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وقال من توضأ على طهر كتب الله سبحانه وتعالى له عشر حسنات من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات يعني أنا دلوقتي متوضي لصلاة الظهر وضوء صحيح ما انتقدش والعصر أزن وأنا لسه محافظ على الوضوء ينفع أدخل أصلي بالوضوء ده آه ينفع بس يستحب أن أنا أم أتوضى تاني أجدد وضوء يعني أتوضى على الوضوء فلو أنا كنت متوضي وبعد ما كده توضيت تاني وأنا لسه طاهر لسه وضوء ما انتقدش ربنا بيكتب لي عشر حسنات طيب وضوء انتقد يبقى سارع إلى تجديد الوضوء وإلى إعادة الوضوء مرة أخرى لأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن زي ما سيد النبي قال ولما جا جدد وضوءي ولما جا توضى زي ما قلنا أقول بسم الله والحمد لله عشان الملائكة تفضل تكتب لي الحسنات بتاعتي إلى أن يشاء الله يستحب إطارة الغرة والتحجيل إطارة الغرة والتحجيل يعني إحنا قلنا الوجه بيبدأ من هنا إلى هنا زود شوية الفوق وزود شوية التحت والحد المرفق لا أطلع فوق شوية مش مشكلة والحد الكعبين أطلع فوق شوية مش مشكلة دي من المستحبات في الوضوء يعني نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا